موسيقى نعلن افتتاح اشغال المؤتمر السابع والاربعين لقادة الشرطة والامن العرب بمدينة طنجة بالمملكة المغربية موسيقى 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 اصحاب السعادة والمعالي حضرات السيدات والسادة خير ما نستهل بمؤتمرنا هذا آيات بينات من القرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم أصحاب السعادة والمعالي اجتازة المملكة المغربية في سنة 2023 محنة كبيرة تمثلت في الزلزال المدمر الذي ضرب العديد من مناطق القطلس الكبير مخلفا خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات وتضامنا من مؤتمركم هذا مع الضحايا نهيب بكم التفضل بالوقوف دقيقة صمت نستعرض خلالها صورا من تدخلات عناصر الشرطة والقوات العمومية المغربية في عمليات الإغاثة والإنقاذ والمساعدة الضحايا إنه لم أبعث للفخر والاعتزاز أن تحتضن المملكة المغربية فعاليات المؤتمر السنوي لقادة الشرطة والأمن العرب في دورته السابعة والأربعين إن المديرية العامة للأمن الوطني بالمملكة المغربية الشريفة تولي اهتماما بالغا لنجاح فعاليات هذا المؤتمر إيمانا بينها بأن الأمن العربي المشترك والموحد هو الكفيل بمواجهة الامتدادات الإقليمية للمخاطر الإمنية على المستوى العربي وفقنا الله جميعا لما فيه السعدة لشعوبنا وبلداننا العربية وكلا لمساعينا بالخير والإمن والبركات وخير ما أختم به كلامي هو قول الحق سبحانه وتعالى إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحاب المعالي والسعادة لقد اختارت رئاسة المؤتمر موضوع استعمال التكنولوجي الحديثة في الجرائم الإرهابية والجريمة المنظمة محورا رئيسيا لمناقشات هذا المؤتمر الحضور الكريم الجريمة المنظمة مشكلة دولية وهذا ما يجعل دور الإنتربول بالغ الأهمية في عالمنا اليوم أصحاب المعالي والسعادة وصلنا الآن في فترة تبادل الضروع التلكارية ترجمة نانسي قنقر جائزة أفضل فيلم في محور إبراز الجانب الإنساني لرجال الشرطة للمملكة المغربية برقية مرفوعة إلى صاحب جلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر